لو سألتك في الوقت الحالي شايف مين هم أفضل ثلاث لعبين في العالم باختياراتك هم لعبوا اليوم لا تحتاج أن تفكر كثيرا حينما تتذكر لكن دي بروين هو بالفعل مصاب ولكن أود دوما أن أرى كرة دي بروين وطبعا إيرلينغ هولند هو من أبرز اللاعبين في العالم بكينة أهداف بداية رائعة مع مينشستر سيتي بالطبع ونجموكم المفضل محمد صلاح نعم يوجد كثير من اللاعبين الذين أشاهدهم اليوم مثل كيليان إمبابي شاهدته اليوم كان مذهلا أود أن أراه كثيرا لو سألتك فيما هو قادم عن اللاعب اللي انت شايفه في الوقت الحالي يشبه طريقة لعبك انت اللاعب الذي يلعب مثلي لا أعلم حقا من اللاعب الذي يلعب مثلي لا أتذكر لسه متأكدا من لا أستطيع أن أقارن نفسي بأحد فأنا أعقل من ذلك طيب هسألك السؤال بطريقة ألطف وأجمل وممكن نلعبها مع بعض لو قلتلك حط تشكيلة فيها عشر لاعبين سواء من السابق أو من الحاضر وفيها زندن تختار مين عشر لاعبين يلعبوا بجوارك سواء من الماضي أو من الحاضر تشكيلة تكون تشكيلة مثالية يجب أن تعطيهني الفرصة لأفكر في العشر لاعبين المميزين قوله أنا معاك يجب فاندر سار حرصة المرمى ياب شتام لفت باك هو روبيرتو كارلوس في الوسط جيرارد لامبرد تشافي وبالطبع صديقي المفدل رونالدو رونالدو الظاهرة لويس فيغو على اليمين ريفالدو على اليسار فيلب كوكو في المنتصف من الصعب من الصعب أن أختار هو سؤال من المستحيل أن أجيب عليه مين مهاجم اختار مين مهاجم أنا أذهب دوما لرونالدو رونالدو البرازيل مين يكون مدرب الفرع العظيمة دي الفرع المثالية دي سؤال صعب آخر يجب أن يكون مدرب قادر على السيطرة على هذه التشكيلة وأن يفرد أسلوبه عليهم أعتقد فرانك رايكارد فرانك رايكارد طبعا واحد المدربين وهنا دين العظام افتكارتك هتقول لي فابيو كابيلو يعني فرقة زي دي محتاجة فابيو كابيلو نعم ممكن أيضا أقول بيب جوارديولا ولكنه سيكون مشارك في اللعب في هذا الوقت صحيح هو اختيار صعب آخر لعبين رائعين كبار من الصعب أن أختار بينهم ولكن ولكن يجب أن أختار لعب لعبت معه لأحكم عليه لذلك قلت فرانك رايكارد لكن بالطبع إذا كان بيب جوارديولا نعم سيكون أمر رائع ترجمة نانسي قنقر